نظم فريق مؤسسة حياة كريمة في محافظة أسوان ماراثن بالتعاون مع نادي سيتي كلاب وشارك في الماراثن مئات الشباب والأطفال ويأتي هذا الماراثن ضمن مجهودات مؤسسة حياة كريمة في محور رياضة الذي تولي له المؤسسة أهمية كبيرة كما تشمل أنشطة مؤسسة حياة كريمة قطاعات تنموية متعددة منها أيضا تطوير البنية التحتية في محافظات الجمهورية والمشروعات المختلفة في مختلف المحاور مثل الصحة والتعليم والسكن الكريم